موسيقى واحد من اهم المدربين في الكرة المصرية مش ينتمي الاسكندرية وينتمي النادي الاتحادث السكندري بحكم النشأة وبحكم اللعب ولكن هو ينتمي لكل نادي مصري اي نادي يعني لما بيفكر في مدرب بيفكر فيه على طول تم ترشيحه اكتر من مرة لتدريب المنتخب الاول واحد يعني مع كل فريق بيروح بيتولى مسؤوليته بيترك بصمة مميزة هو الكابتن طلعت يوسف المدير الفني السابق لطلائع الجيش والمدرب الكبير طبعا كابتن طلعب براحب بيك انا سعيد بوجودي معاك اعتقد اول مرة بموجود معاك مش اخر مرة ان شاء الله انا سعيد بوجودي معاك وبتشرف بيك لا ربنا يخليك كابتن كابتن يعني فترة اجازة حرتك دلوقتي ولا ايه فترة راحة فترة راحة مش اجازة اه حتى اللعيبة لما اه يعني يعني انا مفهومي لانه احنا نلعب متش فاااا تانيوم تقول راحة لا المسما ده غلط طالما انك داخل الموسم فمافيش مجال للراحة تانيوم ده بيبقى استشفى لانك تعاود شغلك مرة جانية فكن انك تسميه راحة فده يعني دي تسمية مغلوطة يعني وانا بالنسبة لي طالما ان انا في الفيلد وطالما ان انا في المجال وطالما ان انا يعني واخد قرار بالاستمرارية فهي بالنسبة لي انا هي فترة يعني اعادة شح جالك عروض في الفترة الاخيرة يعني بعد محراتك سبت طلاع الجيش ولا لا بس هو يعني كان فيه عرضين فيه عرضة اثناء تولية مسؤولية نادي طلاع الجيش وده كان في الامارات بس كان طلب مني ان انا اتولى المسؤولية في اثناء ما انا ماسك يعني لازم اسيب الجيش فورا اه وده كان مستحيل بالرغم من ان انا يعني علاقتي بالنادي طلاع الجيش ما كانتش علاقة رسمية ما فيش عقد يعني انا باشتغل النادي الوحيد اللي اشتغلت فيه خلال التلاتين سنة اللي فاته بدون عقد هو نادي طلاع الجيش ايه السبب ما عرفش انا المكان ده بص هو المكان ده لو علي عشان امين نادي طلاع الجيش في بدايات شغلي كان هو نقطة انطلاق بالنسبة لي عمد الظبط يعني انا كنت اول مدرب سكندري او من اوائل المدربين السكندريين اللي خرجوا خارج الاسكندرية ام وتولوا مسؤولية الادارة الفنية في نادي في الدوري الممتاز ومن خلال هذا الدوري ادرت يبقى فيه نوع من الانطلاق الى حد كبير ام فهو لو علي اه صحيح انا اديته يعني انا في الفترة اللي قديت فيها اه داخل نادي طلاع الجيش في الفترة الاولانية انا اديته ما فيه شك جهده اخلاص وكان فيه انتاج لهذا الجهد لكن هو الداي اه اختلفت الفترة الاولى عن الفترة التانية اه لا في ايه يعني عندي طلعت يوسف ولا عندي نادي طلع الجيش لاتنين لعندي طلعت يوسف انا داخل على مكان انا زي بقولك انا بقودين له بالفضل يعني اه لكن جوه نادي طلع الجيش الفسيلة اختلفت الامكانيات بقت اكبر اكتر احسن بالنسبة للجيم بالنسبة للملاعب بالنسبة يعني فيه حاجات كثيرة بقت احسن لكن القدرات الفنية داخل فرقة نادي طلع الجيش لما دخلت اول مرة اكيد هي بتختلف عن دخولي في تاني مرة انا لما دخلت اول مرة كان فيه فرقة الى حد كبير قوامها اه جيد اه كان الكابتن حسن مجاهد الله يرحمه انا دخلت بعده كان هو عامل قاعدة يعني متميزة جدا جدا انا اردت اكمل المشوار بعدك وقدرنا ناخد رابع في موسمين متتالية وندخل سيمي فاينال بطولة عربية وكانت النتائج والاداء تحس ان الفرقة كان لها شخصية يعني واضحة وصريحة الوضع اختلف بالنسبة للامكانيات المرة دي كانية الفنية القدرات الفنية داخل الفريق اكيد اختلفت اه باعتبر ان حرتك مش انت انا مخترتش وخلي بالك برضو الاختيار كان في ظل عدم موجود مدير فني يعني كان فيه مدير فني اه اجنبي اللي هو كان مسك الاسيوتي الالماني ده وهو يعني بحكم انه اجنبي فقدرته على انه يقيم اللاعبين معدهش فكرة فكانت الاختيارات كلها او معظمها بتمبع من الجهاز الاداري وهم اضطروا لده يعني انا مقدرش اعلومهم هم اضطروا لانه هل ده اللي ادى التزبز بالنتائج يعني هل ده هوت اللي كان بيخلينا مثلا نشوف طلعي الجيش بيكسب ستة وبعدين يتغرب ستة هل ده هوت اللي ادى التزبز بالنتائج كابتن ما فيه شك وخلي بالك طلعي الجيش تهناوب عليه اربع اجهزة فنية وده عدد كبير جدا انا دخلت من الاسبوع التاسع برضو دي من المرات القليلة جدا يعني انا دخلت على فرقة اثناء موسمين ممكن مرتين في حياتي جوة نادي الاتحاد كانت ظروف خاصة وبتكليف لان الفرقة كانت مهددة بالهبوط بالضبط وقدرت حراتك باتا الحمد لله ادرنا اه كان موسم ايه الفين و لا ده من مدة طويلة اوية الفين وعشرة تقريبا لا اكتر من كده ده قابل كده كمان قابل كده اه انا فاكر تحديدا كان في اخر مبراء ايوة كان مع السويس مثل زبط مع السويس مصبور فedi تاني مر اه ادخل في وسط الموسم لو ما كانش طالع الجيش نادي طالع الجيش كان صحب جدا ان انا اقبل ان انا ادخل يعني واما هم تواصلوا معي وانو انا في ليبيا وكان عندهم رابف ان انا اجي في بداية الموسم يعني لكن كان فيه صعوبة طبعا ان انا برضو اافسخ حقدي في ليبيا وانا موجود مع فرقة بتنافسة على بطولة الدوري يعني الحمد لله قادرنا ان تخطر البطولة هناك شايفها تجربة مريرة ولا لا ليبيا لا تجربة طلع الجيش لا أبدا بالعكس أنا بقولك نادي طلع الجيش ده مكان صعب جدا جدا أن أنا أبخل عليه مهما كانت الظروف ما أخذتش من الرصيد التدريبي اللي طلعت يوسف في تقييمي أنا الشخصي لا دايما الشخص هو اللي بيقيم أول واحد أنا كنت أمين جدا أنا دخلت بعد فترة قصيرة جدا لمست القدرات قيمت الموقف الفني داخل الفريق عملت تأرير وقدمته وقلت أنه القدرات اللي موجودة والإمكانيات اللي موجودة داخل فريق نادي طلع الجيش أقصى أمنيها إنها تتواجد في نص الجدول أقصى ما يمكن أن يحق الكلام ده بتأرير موثق رسمي تسلم للواء ماجدي لوزي رئيس جهاز الرياضة هل ده راجع برضو لأنه تم تخفيض العقود فتم تحديد يعني فترة من الفترات ما زالت تحكم على العابين معينين نعم أنت يعني لو أنت سقف عقودك عشر قروج فأنت لا تملك أنت تجيب لعيب بـ 12 و 13 حتى لو كان هو مميز وأفضل ده له دور كبير جدا جدا والاختيار كمان له دور إن أنا أختار إسلام ولا فلان فيه ثلاثة أختار مين فيهم دي مسألة لازم تخضع لفكر المدرب لأنه المدرب اللي حتولى المسؤولية هو الوحيد القادر على أنه يحط استراتيجية الأداء القدرات الدفاعية والقدرات الهجومية وتوزيع المراكز والمركز ده أنا محتاج فيه كم لعيب ومحتاج كم لعيب يلعب فيه أكتر من مركز دي نقطة حسابتها ما يقدرش يحطها غير المدير الفني المسؤول اللي حيتولى المسؤولية مش أي مدير فني يعني أنا لما أكون هتولى المسؤولية أنا لها رؤية لو كابتن حلمي هتبقى له رؤية مختلفة كابتن فاروق لا كل واحد هتبقى له رؤية وفقا لفلسفته وفقا لطريقة الأداء أو أسلوب الأداء اللي هيلعب به وفيه حاجة عايز لوضحها كمان فضل يعني أنا لما توليت المسؤولية داخل نادي طلع الجيش في البدايات بص نادي فيه أسماء هو نادي فيه أسماء لكن هو بيفتقد للمضمون ما بعد الأسماء فيه مضمون يعني الأسماء دي بتدي إيه دي نقطة أنا يعني للأسف دخولي متأخر خلاني أحط إيدي على العيوب متأخر برضو شوي فدي فترة خسرتنا يعني أنا قلت أنا لعبت مثلا أربعة اتنين تلاتة واحد أنا كنت في البدايات لعبت كده باتنين ديفندر وتلاتة وقدامهم سترايكر واحد بأن قدراتنا الدفاعية بالطريقة دي على مدار أربع خمس متشات كانت من أسوأ مفتقدين لنص الملعب خالص فالطريقة يعني النتائج بتادي تتعدل لما عدلت الطريقة بيت أربعة ثلاثة اتنين واحد بيتلعب بثلاثة ديفندرات في نص الملعب عشان أخذ نص الملعب فابتدت الأمور تلزبط وتحولت الدفة 180 داركة لو من البداية الإراية دي هتكون باتري لو من البداية الاختيارات نفسها الاختيارات في حد ذاتها هتكون مختلفة ده هيخلي طلعت يوسف في أي فريق بعد كده يفكر مليون مرة إنه هو ما يمسكش في نص الموسم ولا على حسب الرؤية اللي حرتك هتشوفها مع الفريق إذا كان يصلح ولا لأ الأفضل إن أنا ما ممسكش في نص الموسم ولكن إذا كان هناك تيم أنا شفت من بعيد إنه مقاوماته وقدراته تسمح لي بإن أنا لما أدخل ما أخدش وقت في تقييمه وتحديد طريقة اللعب ممكن يبقى ما فيش مشكلة ويعني كان في عرض داخلي من؟ بيتروشد آه عبد الأحمد حاسم آه هو بس أنا عشان بس برضو واضح أنا طلعت مع الكابتن شوبيير في حلقة وهو سألني سؤال واضح وصريح وكان بيكتب إنه في مفاوضات آه فسألني فقلت له لا ما فيش حاجة وما كانش في حاجة في الوقت ده آه وقتما كابتن شوبيير سأل بعد الحلقة دي حصل اتصال كانوا السنين شو بريق لا ما ما عرف حصل اتصال و جاء آه مدير الكورة اتصل بيا مش هو اللي اتصل بيا أحد الوكلاء اتصل بيا وقال لي إنه بيتروشد عايزين يقعدوا معك أنا اعتذرت اعتذرت عن القعدة ليه؟ لإني كنت واحد قرار بالراحة عايز استريح ودي حكلمك فيها يعني بس كان فيه إصرار على إن القعدة تتم قلت له خلاص وكي يا فجالي الأوتيل وقعد معي وقال لي إن أنا مفاوض وعايز أعرف طلباتك إيه وإيه رؤيتك قلت له فيه نقطتين نقطة خاصة بالفرقة أنا من خلال متابعيتي للتيم عندك أتصور إنه تيم محتاج على أقل التمان لعبين في مراكز واحد اتنين تلاتة محددة تمن لعبين تمن لعبين في مراكز محددة هو رد علي قال لي إحنا رؤيتنا إنه ماكسيمم اللي هي عضو من اللي موجودين من تلاتتاشر لاربعتاشر فإنت لما تقول تلاتتاشر ربعتاشر فإنت بتتمشى مع لنا بقوله على تمانية فإنت في مرحلة في قدر اتنين وعشر تلاتة وعشر قلت له لازم يبقى لعيبة كويسة يعني هو في البداية كمان قال إحنا يعني التجربة اللي إحنا مرينا بيها ودخلنا في مرحلة التهديد بالهبوط لحد آخر ماتشو مش عايزين نمر بيها تالي فعنا عايزين نفتح شوية رغم إن بتروجيت تأدى بشكلك يعني مميز جدا في البداية مع ركابت الرمضان السيد كان عامل شغل كويس وهو مضارب كويس جدا لكن إيه السبب إنه التراجع ده يعني وكابت الرمضان أدرى ولكن حلتك من خلال المتابعة ومن خلال الرؤية الفنية التراجع الغريب ده وتوي وبقى مهدد بالهبوط وهو سببهم طبعا يعني واصلوا أو تأهلوا في الكاس فإيه السبب في التراجع ده من وجهة نظرها؟ يعني قد تكون يعني دكة البدلة مش على المستوى المطلوب وبالتالي كانت هناك تغيرات في المرحلة الأخيرة اضطرارية يمكن هبطت بالمستوى شوية نمر اتنين قدرة اللعيبة على المواصلة في العطاء بنفس القدر وبنفس القوة برضو ما كانتش على المستوى المطلوب هم عندهم خط الظهر تقريبا في حاجة إلى دعم كامل يعني بالرغم من أنه يعني هم عندهم مثلا دبش وعندهم أسامة وعندهم عمر حسن إلى حد كبير الناس دي قدت لكن البدايل مش مقنع نص الملعب عندهم الشناوي وعندهم شبيطة لكن محتاجين يعني نص الملعب ده على أل أنا لما بكون في فرقة على أل من أربعة لخمسة ديفندرات لازم يبقوا موجودين معايا لازم لازم ممكن للعب بثلاثة يبقى معايا اتنين فيه إيقافات وفيه إصابات فحتة البدايل أتصور أن هي ما كانتش متوفرة بالشكل اللي يسمح لهم بأنهم ما يستمروا بنفس القوة يعني وده اللي خل حرتك تعتذر ولا إيه أسباب الاعتصار عن التوالي بيتروجيت ده جز خاص باللعبين لكن في القاعدة أنا حسيت أنه الكلام مش هيترجم لفعل يعني قدرة أن يكون هناك دعم بقوة وأن الفرقة تبقى واقفة على رجليها وإسم بيتروجيت يرجع لإدى بيتروجيت لها طبعا اسم كبير يعني ما استشعرتش أن ده ممكن يكون ولو فيه جزء تاني خاص بي أنا والجهاز لسه لسه كنت أسأل حرتك هل مثلا من ضمن الأسباب الخلافة على الأمور المالية بالنسبة لحرتك يعني أشق المادي ما فيش شك أنه له دور أكيد أنا اتكلمت فيه فيه ما يخصني وفيه ما يخص الجهاز اللي معايا واتكلمت في حتة الإقامة فقلت له دون الشقين اللي أنا يهموني اتكلمت في الملعب قلت له ما يفعش مفتوحة كده جنب بعض أنا بحس أنه نسبة التركيز عند الولد وتبقى أنت في ملعب وجنبيك فرق تانية بتتمرن وجنبيك فرق أنا في الجيش لما كنت تنزل الملعب يبقى فيه تمرين ألعب قوة في الترك كنت بوقف انت حرتك بتحب تقفل أقفل خالص عشان تركيز تركيز والولد يبقى لما أهمس لك وللعب لما أنا أهمس يسمعني إنه ببقاش فيه ناس بتجري برة أو ناس حدية ونصراحة فيش كلام ده خالص فيش كلام ده في أي حتة في العالم يعني ولو موجود يبقى دي مش فرقة محترفة يعني طيب الإقامة والمبلغ يعني كلمت جزء خاص بي والجهاز المعام وقلت له لو سمحت الكلام ده ما يطلعش برة ما يتنشرش وعشان أنا انتوا ممكن ما تقبلوش اللي أنا بقولوا ده وممكن أنا ما قبلش اللي انتوا عايزينه فخلي الكلام ده بيننا وبين بعض وهو قال لي ده ده إحنا اللي بدو طلب الكلام ده يعني ففجئت بعدها بيومين تلاتة مواقعا ما لا تكتب تكتب تفاصيل فيعني ما يصحش بعدها بثلاثة يام بالزبط جا قعد معي مسؤول كبير جوه النادي من النادي ما تسألنش اسمه إلا سمحت جا قعد معي في محاولة لأنه يعني يعني نوصل لحلول وسط فأنا الحقيقة تمسكت لأننا عارف يعني أنه الموقف ما يحتملش غير اللي أنا بقوله يعني هو بالتالي كان هناك ثلاثة وأعتقد أن أحمد حسن دخل وهو تجربة يعني أتمنى أنها تكون ناكحة بالنسبة له إذا كان ده الكارير اللي هو واخد قرار بيه بعيد عن الحتة طيب هو تردد مش تردد هو ده ده هيتم بس قدام شوي إن أحمد حسن هيلعب ويدر أنت بعدها أم لا يعني من غير تفكير أوع ليه من غير ليه يعني ما كلام مش مش لوجيك خالص يعني يلعب ويدر يعني أولا يلعب بيه اللي عملها مثلا في الدول الإنجليزي مع احترامي الكامل ممكن تكون تجربة بيتجربة من وسط مليون تجربة أنت بتتكلم عن حالة استثنائية معرفش نجحت ولا لأ كمان لكن أحمد تلعب ليه تسيبك من أنه هيتضرب يلعب ليه أنت عملت كل حاجة في الكور عايز يعمل إيه تاني عايز ينزل يجري معنا لا يلعب ما يجري ينزل يلعب خماسي ينزل يلعب مع صحابه ينزل يلعب لكن من كم سنة كان طيبة فكرة أنه هو ينقل خبراته للملعب كلاعب يعني يبقى هو قطنته كبيرة جدا لا جدا أحمد من أفضل اللي احترفت في الخارج أحمد لعب في أكبر الأندية المصرية لكن ما بتنصحوش أنه هو يبقى لعب ومدرب خالص ليه؟ خالص ليه هو على المصدر الشخصي ولا علشان لعيبة اللي هيخافي المبدأ المبدأ مرفوض إذا كان على المستوى الشخصي أحمد كم سنة؟ يعني آه تسعة وتراتين تسعة وتراتين آه نا 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 إيه حجم عطاءه هيكون بقاله قد إيه بعيدا من الملعب مش هيضيف لأحمد حسن خالص مش هيضيف لأحمد حسن حاجة هياخد من رصيده وحياخد من تركيزه كمدرب إذا جمع ما بين للأتنين خصوصا أنه ما عندهش خبرات تدريبية فأنت في حاجة إلى حجم تركيز إذا كنت أنا محتاج لتركيز فأنت محتاج لضعف اللي أنا محتاجه هي نجومية اللاعب في الملعب يعني زي أحمد حسن زي أحمد حسن ميدو بتفترض عليه إن لازم لما يبطل زي حسن حسن آه لازم لما يبطل يضرب نادي كبير أو يضرب في الدورة الممتاز يعني ليه بلغة الكورة إن ما بيتمرمطوش يعني في القسم الثاني يعني أحمد الكاس اسم كبير جدا في الكورة لكن بتلاقيه بيضرب أبو ييل الأسم ده وبيضرب أن ده في القسم الثاني جمال عبد الحميد مثلا بيضرب نادي السكة كان قبل كده محمد حلمي كان قبل كده حسن شحاته حرتك أعتقد أنا بدأت في رشيد طيب يعني ليه بقى النجوم اللي طلعت جيل 2006 مستعجل على إن هو يتولى التدريب وأما عندها كبيرة في الدورة الممتاز بصوا فيه شقينا فيه جزء يقول إن أنا لو بدأت تحت حفضل تحت على طول مش هتجيلي فرصة هتصنف إن أنا مدرب درجة تانية وده غلط يعني في مصر هنا غلط أنا مؤمن بإنك تبدأ من تحت وإنك زي ما بتقول إنك تمر بداش تتمرمت إنما تمر بتجارب تسمح لك بإنك تكون شخصيتك كمدرب وفكرك وأنت استدريب علم هو فيه جزء منه خاص بخبرات بتكتسب وأنت لاعب وفيه جزء خبرات بتكتسب وأنت مدرب ومدرب إذا كانت عندك خبرات مكتسبة وأنت لاعب زي حسام زي ميدو زي أحمد حسن اكتسبوا خبرات مع مدربين كبار وهم لاعبين وكانوا كبات فرقة فحتة القيادة عندهم مش بعيدة شوية لكن خبراتك وأنت مدرب أنت في حاجة لإنك تمر بتجارب تكسبك هذه الخبرات الخبرة هي إنك تمر بتجربة محتاجة إنك تاخد فيها موقف وقرار لما تاخد وتشوف القرار ده صحة ولا غلط هتبقى هي دي الخبرة اللي بتتخزن جواك عشان الموقف ده لما يتكرر بعد كده تقدر تعرف أنت هتعمل في إيه ممكن تغلط مرة واتنين وتبقى نتائج القرار سلبية لكن قدام شوية هتبقى عندك مخزون من الخبرات فهم ممكن يكونوا قلقانين إنهم وممكن حاجة تانية أنا اسمي فلان لا ما ينفعش إن أنا مش في الكورة لا مش في الكورة مش في الكورة مش في الكورة خالص يعني ولكن ده ما يمنعش من إنه قد تكون هناك نجاحات يعني ما فيش ما يمنع هو ميدو هو ميدو خات كاس مصر مع ناد زمالك وهو دلوقتي طبعا في التجربة جديدة مع ناد الإسماعيل خليني بقى أسألك سؤال مهم جدا يعني وده يعني محيرني ويعني وحررتك من ضمن الأسباب الرئيسية إن حررتك تبقى موجود هنا هو يعني إيه طلعت يوسف لما يسيب نادي ويكون موجود دلوقتي في أسماء كده ما ينفعش إنها تنفصل عن اسم نادي الاتحاد محمد عمر طبع تيوسف كابتن شاحتة كابتن بوب وعد البابلي الجارم يعني في أسماء كبير قبلية أكبر مني وأعظم مني بكتير وفي أسماء خاصة بجيلي وخاصة بجيلي اللي بعدي فأنا بزعم إن أنا واحد من ضمن الناس اللي ما ينفعش تصلخ اسمي من نادي الاتحاد ما ينفعش بأي حال هل في محاولات لده لا كان فيه جهل بالموقف في فترة بين الفترات الفترة اللي أنا سيبت فيها نادي الاتحاد مدل أنا بكلمك فيه يعني بص نادي الجيش له دور في الحتة دي أنا لما اعتذرت عن الاستمرار داخل نادي الاتحاد في الموسم اللي فات عدت معاهم وقلت لهم إن أنا يعني حاسس إنه الأمور مش ماشي في الاتجاه اللي أنا أتمنى نادي الاتحاد وده له أسباب جزء كبير منها المجلس مسؤول عنها وجزء كبير قد أكون أنا مسؤول عنها لكن الجزء الأكبر المجلس مسؤول عنها طيب هم بيتهموا خرطك لا خلينا وضخ لك المجلس مسؤول عن إيه الفضل لما أنزل التمرين على مدار شهرين كل مرة أقف في التمرين من تلاتين لاربعين دقيقة عشان أدادي في اللعيبة عشان مستحقاتهم ما اتخذتش لما يبقى في وعد واثنين وثلاثة وعشرة من الأسبوع الجاي الأسبوع اللي بعد والأسبوع اللي بعد لما يبقى فيه اجتماع واثنين وثلاثة وعشرة مع اللاعبين أطلب أنه فلان يجي يوعد مع اللعيبة عشان يحسن موضوع المستحقات وتحصل في المعاسقة وأنا ما حضرش القعدة أنا ما حضرش القعدة يعني وتبقى القعدة تتم واللعيبة تنزل خلاص اتفقنا على واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة دي ما فيش حاجة بينها تحصل خالص وأعيش يعني هذا الجو لفترة طويلة جدا جدا فيبقى خلاص كنترولك على الولاد بقى لما أنا في وقت من الأوقات أتحمل مسؤولية القرار ويتقال لي لا يوم كذا هيحصل واحد اتنين تلاتة واحد فأنا أقول لهم أنا هقول الكلام دا للولاد ولما أنا هقول ولو ما حصلش هتبقى مصدقايتي عندهم صفر مش أقدر أعود معهم بعد كده يوم فأقول ما يحصلش فأجي على نفسي شوية لا فالأمور توصل لمرحلة أنه خلاص بقى حتة المصدقية بينك وبين الولاد أنا كمدرب أنا مليش دعوة بالمجلس ما تتوجهتش ثقاتهم فيك قدرتهم على أن هم يسمعوك مش على المستوى المطلوب طيب هم بيتهموا حرّتك أن حرّتك السبب في رحيل محمد حمدي زاكي أنك أنت ما قلتش عايز تجدد له وهم قالوا أمد أكوري ماشي برضو أن حرّتك ما قلتش مقتنع بي أن حرّتك تسببت مثلا في التعاقد مع لعبين بمبالغ عالية زي عبد الرحمن فاروق زي هاني سعيد كنت عاوز تمشي علي جبر بدون مقابل فرد حرّتك حمدي زاكي محمد حمدي زاكي عقده كان بينتهي في الموسم التاني موسم أنا يعني الموسم اللي احنا فيه دا دلوقتي أنا توليت المسؤولية وكان عقده بينتهي في الموسم القادم فجبته في الأكاديمية كنا في معسكر في الأكاديمية معسكر الأعدات فجبته قلت له أنا هعدل عقدك هزودك مش شاكر كان زودته بقى 250 حاجة زي كده قلت له بس همد هقلت له هزودك الموسم ده يعني هزود عقدك الموسم ده 200 ألف جنيه بس همدلك موسمين فقال لي كابتن شوية فقلت له دل أنا قدر عملهولك عموما يعني اتفضل اعتبرني ما كلمتكش في حاجة عقدك هيفضل زي ما هو وانت موجود الموسم الجاي بعد ما يخلص بأفريق انت حر يعني حرج وبعد ساعة رجع لي بعد ساعة رجع لي قطي قال لي كابتن أنا موافق ندهت المدير الإداري قط له هامل عقده عمله له بسطاوي ايوة ومضى عليه العقد اللي هو ما تسجلش اللي بسطاوي بعت اكتر من مرة التفاصيل دي مش بتاعتي بقى اه يعني بين المجلسة ان بسطاوي بعت اكتر من مرة وانه انه يعني التفاصيل دي انا لكن انا مسئوليتي وان كانت دي مش من مسئوليتي ان انا اعود مع العيب واجدد له يعني دي مسئولي قدر لكن انا حرصي على النادي بيدفعني لان انا اتصرف على ان انا مسئول جوه نادي الاتحاد مش بدرب في نادي الاتحاد امد اكوري حمدي ذاكي خلاص خلاصنا منه انا جدد تعاده وما تسجلش امد اكوري اه اعتقد انه مش موجود من من لحظة هي اواخر الايامي هو مشي لانه مخدش مستحقاته لو موضوعنا مليش لاخده خدش مستحقاته وخلافه مع النادي علي جبر علي جبر انا جبته علي جبر انا بدعت فترة اعداد وهو مش موجود معايا هو اه كان واخد قرار علي جبر نفسه انه مايجيش ومش عايز يجي ليه انا ماعرفش يعني فبدأت فترة اعداد لمدة اسبوعين وهو مش موجود معايا ومتبنت متصل به فما ردش عليها ومتبعت له رسالة قلت له انا حقيدك وانت موجود جوه نادي الاتحاد عصت او ما عصتش ده موضوع بتاعك لكن انت موجود جوه نادي الاتحاد بعدها بثلاث ايام اتصل وجه واعدت معا والولد بقى يعني بالنسبة لادراع لي مين طيب هاني سعيد وعبد الرحمن فاروق والنحرتك يعني كلفت النادي مبالغ كبيرة في التعاقض مع الاتنين دول بمليون وربعمائة الف اعتقد مليون لكل واحد لكل واحد لا ما توصلوش لارقام دي خالص انا مش مددد لكن عمرها ما توصل لارقام دي خالص خالص ممكن طلعت يوسف يكون موجود في الاتحاد ولا لا لا في الفترة دي ما اعتقدش في ظل المجلس الحالي لا 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 انا علاقتي بالبص المجلس انا علاقتي بي انا على فكرة لما بتكلم عن موضوع المستحقات فانا ما بوجهش اتهامات انا عذرهم انا مشفق عليهم لانه هما لا يملكوا انه هما يوفروا المستحقات المادية الخاصة بالفريق الاول اللي هي ولا حتى الموسم الجاي هما هيبقوا في مشكلة كبيرة لانه ما فيش موارد يعني انا شايف ان الجهاز ده مش هينجح في ظل المشاكل المالية واليجارية لا لا الجهاز ينجح بشرط ان يكون هناك استقرار مادي منطقي ومعقول ما بقولش كامل انما منطقي ومعقول الجهاز ده اتصور ان هو ممكن لو تعرض على طلعة يوسف ان يضرب المنتخب الولمبي هتوافق ولا في حالة رحيل حسام البدري حسام البدري يرحل ليه يعني لو جالوا عرض من الناد الاهلي اعتقد ان هو في عقد بينه بين اتحاد الكرة والعقد ده في شرط جزائي يعني 7200 يعني مش قليل برضو لا لكن هل المنتخب الولمبي يتناسب مع طلعة يوسف ولا لا المنتخب الولمبي ما في الشك ان هو يعني مكانة اللي حد كبير اقدر اقول ان هي جيدة للمدرب المصري كابتن طلعت شرفتنا كان حوار سريع ولكن ان شاء الله برضو حرتك تشرفتنا بإذن الله في حلقة تانية بإذن الله ان شاء الله باتمنى لك التوفيق كابتن خيرك اشكرك باشكر كابتن طلعت يوسف باشكركم وان شاء الله نلتقي بكرة بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة